بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة إذن الاقتباس هو موضوع هذه المحاضرة سنتطرق من خلالها إلى مفهوم الاقتباس وإلى أنواعه واستخداماته وإلى شروطه العلم يبنى بعضه على بعض وبالتراكمية تتطور العلوم وتنضج نظريات فالباحث الفذ فالباحث الجاد هو الذي يبدأ من حيث انتهى الآخر لذلك وجب على الباحثين أن يطلعوا على ما كتبه الآخرون في أبحاثهم حول الموضوع المهتم به هنا أي دراسات السابقة فيأخذ منه ويناقش الآراء فيؤيد بعضها ويبني على غيرها ويستنتج منها كل هذا يدخل فيما يسمى بمفهوم الاقتباس وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى مسألتين هامتين المسألة الأولى الأمانة العلمية المسألة الأولى الأمانة العلمية إذن فما ينقله الباحث من الآخرين لا بد من نسبته إلى صاحبه وإلا يكون الباحث قد سرق هذا النص المقتبس وقد خان الأمانة وقد خان الأمانة فأنت إذا أخذت نصاً ووظفت هذا النص في بحثك ولم تنسبه إلى غيرك فهذه سرق وخيان للبحث العلمي الأمر الثاني أو المسألة الثانية إذا اقتبست شيئاً ولم تنسبه إلى صاحبه فهو انتحال وسرق ننتقل إلى أنواع الاقتباس إذن عندنا نوعاني نوعاني من الاقتباس الاقتباس الأول اقتباس حرفي أو ما يسمى بالاقتباس النصي أو المباشر ما معنى هذا في هذا الاقتباس وهو أن ينقل الباحث أفكار الآخرين وكلماتهم حرفياً دون تبديل أو تغيير لهذا النصي إذن هذا اقتباس حرفي أي كلمة بكلمة متى يستخدم هذا الاقتباس أو هذا النوع الاقتباس أمر لا بد منه في البحوث العلمية ولكن له مواضع يستخدم فيها هذا النوع ولكن يجب أن لا يكثر الباحث من هذا الاقتباس إذن الأمر الأول والاستخدام الأول تعريفه شيء تعريفه شيء فالتعريفات لا بد أن تقتبس بالحرفي دون تبديل أو إخلال أو حذف أو تبديل كلمة بأخرى لماذا؟ لأنه ربما إذا غيرنا أو حذفنا فإننا نغير التعريف الذي قصده الكاتب أو صاحب هذا النصي الأمر الآخر والاستخدام الآخر الاقتباس الحرفي يكون من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الشعر ثم الأمر الآخر الخوف من تشويه الفكرة بمعنى إذا كان نقل النص بالمعنى أو بإعادة السياها قد تشويه الفكرة فيفضل أن تنقل حرفياً المسألة الأخرى أو الاستخدام الخامس إذا كانت الفكرة المقتبسة بنصها تساند رأي الباحث وتعذد رأيه إذا نتقل إلى شروط استخدام هذا النوع من الاقتباس أولاً التأكد من نسبة صاحب النص التأكد من نسبة صاحب النص أي هنا إذا أخذنا مثلاً أبيات من من شعر شاعر مثلاً إذن هنا في هذه الحالة لا بد أن نعود إلى المصدر الأصلي أي إلى الديوان ثم الأمر الآخر أن يوضع النص المقتبس بين علامتي تنصيس إذا كان هذا النص مقتبس حرفياً نضع هذا النص بين علامتي تنصيس ونضع رقماً فوق السطر قليلاً هنا نضع رقماً فوق السطر قليلاً وننزل إلى الهامش ونضع الرقم نفسه ثم نكتب البيانات الكاملة للكتاب الذي أخذنا عنه مثلاً مثلاً نكتب للمؤلف ثم المؤلف ثم دار النشر بلد النشر إذا كان فيه جزء المجلد ثم الصفحات الاقتباس الأمر الآخر إذا حذفنا من الاقتباس يجب أن نعوضها بثلاث نقاط ولكن مثلاً وجدنا عبارات وجدنا كلمات وجمل هي غير ضرورية بهذا الاقتباس يجب أن نحذفها ونعوضها بثلاث نقاط أي هذه النقاط تدل على أن هذا النص محذوف لا نحتاجه في هذا النص ثم رابعاً عدم الاكثار من الاقتباس عدم الاكثار منه أو النقل لماذا كثرة الاقتباس وكثرة النقل ربما هذا النقل قد يطعى على شخصية الباحث وبالتالي يصبح البحث مجرد نقل وفقط التنويع في المصادر والمراجع أي مثلاً إذا أخذنا أو بحثنا مثلاً في موضوع الاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني فلا يجب أخذ مفهوم الاستعارة عند هذا عند عبدالقاهر الجرجاني بل نذهب إلى المصادر والمراجع التي تناولت تعريف الاستعارة ثم توثيق النص ثم توثيق النص بعد أن تأخذ هذا النص المقتبس لا بد أن توثقه وتنسبه إلى صاحبه ننتقل إلى النوع الثاني وهو الاقتباس غير المباشر أو غير الحرف وهو أن يقوم الباحث بأخذ فكرة دون النقل الحرفي للكلمات أي أن يأخذ معنى الكلام ولا يأخذ الكلام ولا يأخذ الكلام حرفياً ولكن لا بد أن يفهم معنى الكلام فهماً دقيقاً إذن ما هي شروط هذا النوع من الاقتباس أولاً أن يأخذ الباحث الفكرة ثم يقوم بسياغتها بأسلوبه الخاص وهذه لا توضع بين علامتي تنصيس هذا النص المقتبس بالمعنى لا يوضح بين علامتي تنصيس ولكن لا بد من ذكر مصدرها في الهامش بعد كلمة ينظر معنى هذا أن يضع أيضاً فوق السطر قليلاً رقماً ثم ينزل إلى الهامش ويضع الرقم نفسه ثم يكتب ينظر ويكمل أو يكتب البيانات الكاملة حول الكتاب الذي أخذ عنه ثم الشرط الثاني أن يقوم الباحث بتلخيص فكرة مطولة بأسلوبه ولكن يجب أن يجعلها في عبارات مركزة ومختصرة الشرط الثالث أن يقوم الباحث بتلخيص فكرة وشرحها وتحليلها إذا كانت مذكورة في مصدرها باختصار إذا كانت هنا مختصرة وراء الطالب أو الباحث أنها تحتاج إلى توضيح وكل هذا يجب أن ننسبه أو أن ينسبه إلى صاحبه ولكن دائما دون وضع علامته تنصيص وينزل إلى الهامش ويكتب ينظر ويكمل بيانات الكاملة حول الكتاب الذي أخذ عنه متى يستخدم هذا النوع من الاقتباس؟ أولاً فكرة الكاتب مفصلة فكرة الكاتب تكون مفصلة وفيها جزئات وحيثيات كثيرة لذلك يضطر الباحث أو الطالب إلى أن ينخص مجمل المعنى ولا يأخذ الفرعيات والجزئات لأن هذا لا يعنيه الذي يعنيه هو المعنى العام للفقرة دون الجزئات استخدام الثاني أن تكون الفكرة معقدة أحياناً يستخدم بعض الكتاب ألفاظاً صعبة في هذه الحالة يجب على الباحث أن يبسطها وأن يفهمها وأن يسيغها بطريقة سهلة وسلسة إذن إلى هنا ينتهي لقائي بكم في محاضرة أخرى بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته